وفي القدس العربي أيضا في ذات الموضوع مدينة جنين بؤرة ساخنة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني شنت القوات الإسرائيلية الاثنين ضربة بطائرة مسيرة على مدينة جنين خلال واحدة من أكبر العمليات العسكرية التي تنفذها في الضفة الغربية المحتلة منذ عشرين عاما ما أدى لسشاد الثمانية على الأقل والعدد في زيادة وفيما يلي معلومات عن جنين بؤرة العنف المتصاعد بين إسرائيل والفلسطينيين مخيم للاجئين يضم وتضم مدينة جنين في شمال الضفة الغربية التي تحتل وسلم مخيما مكتظا باللاجئين يحمل نفس الاسم ويبلغ عدد سكان هذا المخيم نحو أربعة عشر ألفا من أحفاد فلسطينيين هاجروا لدى قيام إسرائيل عام 1948 وتنحدر عائلاتهم من مناطق تشمل حيفا والناصرة وتقول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنور وإن مخيم جنين يعاني أعلى معدلات البطالة والفقر ضمن تسعة عشر مخيما للاجئين بالضفة الغربية كانت جنين مسرحا لبعض من أسوأ أعمال العنف خلال الانتفاضة الثانية التي بدأت بعد فشل محادثات السلام برعاية أمريكية عام 2000 وتحولت إلى ساحة صراع بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة وفي عام 2002 شنت إسرائيل أيضا هجوما كبيرا على مخيم جنين للاجئين في إطار عملية أوسع في الضفة الغربية قالت إنها تهدف إلى وقف هجمات المسلحين التي كانت تشمل تفجيرات انتحارية